اعزائي المصممين ازيكم فيديو النهاردة هنتكلم عن الووتر كالر تكنيكس هنتكلم عن سبع طرق مختلفة هنقدر ان احنا نستخدم بيها الالوان المائية طيب هنيجي عند اول تكنيك عندنا حاجة اسمها ويتن ويت هنبدأ ان انا ايجي على الفرشة هبدأ ان انا احطها اهو هنبدأ ان انا كوباية مائية هبدأ ان انا احط يدوب جزء من الفرشة وهبدأ ان انا قبل بس الورقة بس بشكل بسيط جدا نركز بقى ان احنا في الموضوع ده ان احنا بس بمجرد ان احنا ايه بننظف كمان هنا اهو حاول نخلي الكوباية هنا بقى ابدأ ان انا اعمل ما باخدش الكمية كاملة انا بقى مسح الفرشة بنفس الطريقة الاتية دي كده ويتوب انا ببل الايه الورقة بفرشة وفياجي بفرشة تانية اهو ابدأ ان انا اخلط بقى جزء من لون انا محتاجه مثلا اي ان كان بقى اللون ده هيكون ابارة عن ايه وابدأ ان انا اخلطه على البلتة المسطحة هنا هنا بنخلط في المنطقة دي احلى البلتة وهبدأ ان انا اجي بنفس الطريقة الاتية دي كده زي ما انتم شايفين هنلاقي انه التدريج او نسبة الاحتكاج بتاعة البلتة او على الفرشة بالنسبة للورقة نفسها نسبة الاحتكاج بسيطة كده طيب تعالوا كده نجرب ان انا انضف الفرشة واستخدم لون تاني موازي لنفس اللون اللي احنا شغالين عليه فانا هاجي اخلط نسلا اللون الاحمر وهبدأ ان انا اخد المرة دي لأ مش من فوق هاجي من الجزء ده كده زي ما انتم شايفين اهو وهبدأ ان انا اي نعم في نفس الوقت انا اقدر اصلا ابلند الجزء ما بين اللونين ده طيب الجزء ده بيختلف عن ان انا يعني يكون عندي ايه بقى يكون عندي على الورقة نفسها كمية مية كبيرة لأ احنا هدوب كأننا بنيدي سابورت يعني بنيدي سابورت بس للورقة بجزء وسيط كده من مية عشان تساعدنا وانا بجرات على الايه على ورقة او ان انا بضيف اللون بيساعدنا اكتر على الايه الجزء ده طيب التكنيك التاني هو بقى ان انا لأ انا المرة دي مش هنضف الفرش لا انا هاخد اجزاء كبيرة جدا اهو وهبدأ ان انا اعمل تكتلات فعلا من المية على الايه على اللوحة نفسها ضروري جدا ان التكنيكس دي نفهمها ما نعملش ما بينها ميكس يعني ما نحاولش ان انا اجرب مسلا ويت ان ويت على دروب كالر مع بعض ازود ايه الوان لان نددنا كده ايه هدبوز فيها تكنيكس بسيطة جدا بمجرد ما احنا نتعلمها ونفهم الفندمنتلز بتاعتها هنلاقي الموضوع اي سهل طيب انا دلوقتي كل اللي انا عملته ان انا اديت طبقة كبيرة جدا في المنطقة اللي انا عايز اشتغل عليها من خلال الايه اللون وهاجي مسلا بلون محدد مسلا زي كده زي ما اتشايفين بمجرد ما بيلمس باقي انه عمل لي ايه على الشكل او المحور نفسه طيب تعالوا كده نضف الفرشة وناخد لون تاني بحيس ان احنا نعمل ما بين الايه الالوان دي اهو نقدر نحنا نضيف زي ما اتشايفين الالوان بتفيت في بعضها وده مختلف عن انا اخد كمية لون كبيرة وابدأ ان انا اضيفها للايه للورقة طيب تعالوا ناخد كمان لون كده مسلا معاهم الحاجات دي اهو اه دي اهو مسلا فزي ما اتشايفين يعني بمجرد كاني بحط مسلا نقطة من يعني اللون نفسه النقطة دي بمجرد ما تلمس المنطقة دي بتعمل ايه بتتضاف على الايه الجزء فانتشايفين اهو كده مسلا فالالوان دي كلها هتبدأ ان يحصل لها ايه ميكسشر او تبدأ ان يتفيد في ايه في بعضها طيب تعالوا كده نرفع السكيتش اكتر عشان نقدر نحنا نشوف من خلال الكاميرا الميكسشر شكله عامل ايه ازاي فقادي اهو ده الفيدنج اهو بتاع الايه الالوان والالوان بتبدأ ان يتسيح في بعضها وبنستخدم التكريك بتاع الدروب كالر ده اكتر في ان احنا نعمل اه يعني زي باكجراونز او نعمل بلندنج مسلا وشو منطقة محددة سنسيت مسلا غروب اه الشمس او حاجة زيكا دراي براش بقى بنستخدم فيه فرشة تكون الفرشة دي اه يعني تكون ناشفة مايكوتش ببلت بايي لون وبعد كده نبدأ ان احنا نستخدم وبنبدأ ان احنا نعمل بيها افكت بنفس الطريقة القتية دي كده ان هو ايضوب احنا بنده زي تعالوا كده ناخد لون تاني برضو موازن اذا نحنا نشوف هنقدر نعمل بيه يعني بنفس الطريقة دي كده اهو فده بيساعدنا اكتر ان احنا يعني ندي افكتات مختلفة بالفرشة وبالالوان الايه الاكوريج واحد من اهم التكنيك المستخدمة هو التكنيك بتاع الصالت فتعالوا كده او الملح تعالوا كده نشوف احنا هنعمل ايه هبدأ ان انا اخلط بس المرة دي بقى نركز ان انا هخلط اللون عليه كمية يعني زيادة شوية عن الكمية المعتادة بتاعت الايه المية زي كاني كده اهو كاني بعوض الجزء بتاع الايه الالوان او الويت الويت ان هو شايفين كده الالوان دي فيها نسبة مية ايه كبيرة جدا وهبدأ ان انا اجي استخدم ملح ابيض بتاع الاكل عادي هاخد بس منه اجزاء بسيطة وابدأ ان انا قضيب بنفس الشكل ادي دا كده اهو في مناطق ايه مختلفة انا هعمل تكنيك الصالت ده كزا مرة ان احنا طبعا مكانش عندنا الفرصة ان احنا نشوفه زي من شايفين هو بيبدأ ان هو يشد اللون حواليه طيب تعالوا كده نجرب نفس التكنيك ده اه يعني بس مع مجموعة الوان مختلف عشان نقدر ان احنا نشوف بتاع الايه اه اللون نفسه او تأثير اللون نفسه شكله ايه عامل ايه ازاي طيب هابدأ ان انا اجي اهو كده اخد اخد كزا لون وهابدأ ان انا اضيف اهو المرة دي لون مثلا زي اللون الازرق اه دي اهو مرة دي دا لون مختلف وهاجي اهو بالملح وهابدأ ان انا اعمل اه هنا التأثير بدأ يبين اكتر زي ما انت شايفين كده بيبدأ ان هو يمتص وبيدي فراغات فضية على المكان نفسه طيب تعالوا كده كمان برضو نجرب كمان لون بحيث ان احنا برضو نعرف الايفاكتس دي تأثيرها هعمل ازاي بس ازاي ما قلنا لازم ان انا عندي النسبة تكون كبيرة يعني مسلا نسبة الماء مسلا في الاول ما كانتش كبيرة فعشان كده ممكن مش مدي الجزء بتاع الايفاكت دي يكون ايه كبير طيب فتعالوا نعمل كده برضو هنا اهو بلون تاني خالص ناخد برضو شوية اهو اجزاء من الملح ونبدأ ان احنا نروس طبعا احنا بنبقى نحط الملح على طول مباشرة فان احنا نعمل كده الملح بيبدأ ان هو يمتص الالوان ايه حوالين اللي بشكل ايه مباشر طيب تعالوا نعمل برضو كمان واحد من التكنيك بتاع الملح يبقى اخر واحد بحيث ان احنا برضو نبقى شفناه على اكتر من اه يعني شكل لون هبدأ ان انا اخد اهو زي ما قلنا بس نبقى مزودين نسبة يعني الايه المية في الايه في الطبقة اللي احنا بنضيفها دي هناخد اهو اجزاء من ملح وابدأ ان انا نضيفه ده برضو ممكن ان احنا نستخدمه في الخلفيات زي ما انتوا شايفين كده الملح بيبدأ ان هو يمتص اللون ايه حوالين ويبدأ ان هو يعمل اه نقط في الشكل طيب التكنيك اللي بعد كده هيبقى حاجة اسمها التشيو بلوت التشيو بلوت تعالو كده بقى نبدأ ان احنا نشوف لو انا جيت اضيفت اه يعني خلفية بنفس الشكل الاتي ده كده اهو مسلا بس الخلفية دي بتاعها يعني خفيف قوي تشيو بلوت دي بقى ارتو احنا بنستخدمها في المعالجة ان انا يبقى معايا مسلا منديل اهو اللي انا ماسكه في ايه دي وابدأ ان انا اضيف مسلا بيه حاجة زي كده مسلا اهو ده ان انا بقى حطه على الايه على اللوحواجي اشوف هلاقي ان هو اداني ايه امباكت او اداني تأثير التأثير ده عمرنا وانقدر ان احنا نجيبه بالايه بالفورش لا يعني لما نشوف فيها خلفيات زي كده ما نحاولش ان احنا نتب نفسنا ونحاول نطلع ايه الدرجة دي بالايه بالفورش طيب تعالوا نشوف برضو نفس التأثير ده اه للتشيو بلوت برضو على حاجة ايه تاني يعني التدريجات الاولى دي اللي هي دي تأثيرات يعني معروفة شوية اكتر فاحنا عشان كده عملنا منها مثال واحد بس لان هي ما فياش حاجة صعبة والتأثير بتاع بتاعها يعني ما بيديش كل مرة نتائج مختلفة لقى بالعكس يعني غير بقى اللي هو والحاجات التانية كل مرة بيطلع لي تأثير مختلف عشان كده انا بجرب معاكو اكتر من حاجة في الفيديو بحيس ان احنا نقدر ان احنا نشوف ان لأ ده النتائج بتاعته كل مرة بتختلف مش مش مرتبطة بايه بحاجة واحد تعالوا كده نبدأ ان احنا نحطه مثلا كده اهو نقدر برضو ان انا اقدر ان انا اجي على مناطق بصه اهو كده واقدر ان انا اجي برضو في منطقة ما وابدأ ان انا اعمل فنلاقي ان هو كل مرة بيديني افاكت ايه مختلف يعني مشابه بقى للتيشيو بلوت او اللي هو استخدام المنديل او الفابريكس عندنا ان احنا نقدر ان احنا نعمل بقى حاجة تانية اللي هو بقى بلاستيك بلوت بدل ما انا هحط بقى منديل هبدأ ان انا احط لأ انا هحط بقى ايه بلاستيك فتعالوا كده نشوف اهو انا ضيفت درجة اللون زي ما قلنا هنا برضو نسبة المياه لازم تكون كبيرة عشان تبدأ نبتل فانا هبدأ ان انا اجيب كيس احط نفس الشكل القاتي ده كده وهبدأ ان انا احط الكيس بنفس التأثير القاتي ده كده مسلا معي واحركه بقدر مسلا ايه بسيط زي ما انتم شايفين كده اداني برضو افكت تاني مختلف تماما عن اللي حصل طيب تعالوا نجرب في لون تاني برضو عشان نقدر ان احنا نشوف هل ته تأثير يعني واحد ولا برضو بيدي تأثيرات مختلفة فانا ده اللي احنا هنعمله ده دلوقتي اهو هاخد لون تاني خالص وهبدأ برضو زي ما قلنا نسبة المية في تكون كبيرة وهاجي براحية تانية مسلا من الكيس وهبدأ ان انا اعمل مسلا ايه حاجة مسلا ايه زي كده تعالوا برضو نجرب كمان لون مسلا من الالوان الفتحة شوية نشوف تأثير او الامباكت بتاع الايه التشيو ايه او البلاستيك بلوت على الالوان دي فانا هاخد مسلا لون سماوي ادي اهو وهبدأ ان انا اضيف اهو كده ده بس عشان احنا نقدر نشوف يعني تأثير او الامباكت بتاع الايه الحاجات دي عامل ازاي عشان لما زي ما قلنا نشوف حاجة محددة نعرف ان هو لا ده دي معمولة مسلا باستخدام التكنيك ايه ده هيكون مساعدنا اكتر ان احنا ايه يعني اخر واحد اللي هو الكريون ده اللي هو اقلام الشامع الابيض اللازم يبقى موجود معانا شامع ابيض وبنبدأ ان احنا نحطها واي منطقة بيجي عليها الشامع الابيض ده بتتفادها الايه الالوان الايه المائية وده ممكن برضو نشوفه في الايه الاجزاء التانية طيب تعالوا كده نرجع نأكد تاني على شوية حاجات من النوعات اللي احنا تكلمنا عنها دي كده زي ما قلنا هي دي المنطقة اللي احنا بضيف فيها ميا كتير يعني بضيف ميا كبير للايه للسكتش بعد كده باجي بالسكتش بتاعي بحط عليه بقى اللون بجيب الفرشة واخلط اي لون انا عايزه اهو على البلدة ويبقى فيه تكاتبس لون بمجارب ما نعمس كده تعالوا بقى نشوف كده النقطة دي هتبدأ ان هي هت ايه يعني توسع اكتر بالذات لو نسبة الميا زي ما انشايفين كده اهو بقت كبيرة تعالوا ناخد مسلا لون من الالوان دي كده اهو ونحط يعني نتأكد ان هو بس في اهو زي ما انشايفين كده ومش بس كده يعني انت مش بمجارب ما تحط النتيجة دي هتظهر لك بس لا دا انت تقدر ان انت بالفرشة تيجي كده وتروني اعمل ايه ما بين الايه الاشكال فازا لما تشوف حاجة او سكتش موجود فيه فيد بالطريقة دي كده تعرف على طول ان دا يعني هو مش بس زي الشكل ما الاول طلع عندنا لا انت تقدر تطلع برضو اشكال مختلفة من الايه تعالوا بقى انا اقرب لكو كده الصورة اكتر عشان نشوف التكنيكس من نظر اقرب دا ويت ان ويت طيب احنا عايزين مو امكن نعمل كمان واحد ويت ان ويت ونسيبه بس ما نعملش فيه يعني عشان برضو نبقى شايفين اهو انا يدب ببل بس ما ببل بلش زي ما قلنا بقدر كبير لأ دا انا ببل بس يدب حاجة ايه حاجة بسيطة وبعد كده تعالوا بقى نشوف كده اهو دا الامباكت بقى بتاعهم دا بقى مختلف تماما يا شباب عندنا احط اللون دايرك طيب تعالوا هنا بدل ما نحط مسلا اللي هو الشمع لا تعالوا كده نحط لون مباشر عشان برضو يبقى احنا دماجنا او شفنا كل التأسيرات بتاعت الايه الحاجة دي كلها جنبه بعض فده الشكل لما بحط لون مباشر وده الشكل لما بنحط ايه الحاجة ده شكل التكنيكس اهو يا شباب من قريب هيب عندنا زي ما شفنا كده تأسيرات كتير جدا التأسيرات دي يا شباب هتساعدنا واحنا قدام ان احنا نطلع ايا كان الاسكيتش صعب او بسيط او معاقد هدى ان احنا ان شاء الله نطلعوا من خلال ايه استخدام التكنيكس دي واشوفكو في الزيشانات الجاي